الرحمة إلى شباب سوريا شهداء سوريا الجنود اللي فقدناهم صباح هذا اليوم برمضان أكتر من 30 أو 35 جندي نتيجة استهداف المعتدية إسرائيل على مناطق في حلق يعني من العنوان واضح إيران عدوه وإسرائيل معتدي فرق بين العدو وبين المعتدي يعني احتمال يعتدي عليك حدا بالنتيجة خلاف على قضية معينة نحن نختلف مع إسرائيل عهد جولا إسرائيل معتدي ترى ما هي تحتل أراضي سوريا اللي هي جولا بينما إيران عدوه إيران عدوه إيران تكذب في كل شيء تكذب في شعاراتها من أجل القدس المستودعات اللي اتدمرت مبارح وراحوا جنود سوريين أقل جندي سوري فيهم حزاء جندي سوري فيهم بكل الحكومة الإيرانية بالملالة حزاء جندي سوري يوازي لفة المرارة الملالة هذا عشوا أي الأسلحة أنتو هم تجيبوا تحاربوا الإسرائيل كذبين شفناكم فوق وشفناكم تحت شفناكم يا بيت أبو عامود القدس تبا لكم إسرائيل اعتدت وعم تعتدي لكن العدو الحقيقي هو أنتو كل يومين ثلاثة تطلعونا بنغمة بدنا مصرياتنا بدنا مصاري نحن أقول لكم أنتو عن مين دافعتونا بس مو الصوج عليكم مو الحق عليكم يعني مو الحق على هدول المعتدي الأهداء الإيرانيين الحق على اللي جابهم على هالبلات ومشان ما حدا يسرح ويمرح باللي جابهم اللي جابهم هنه من التنظيمات الإرهابية اللي جابهم هنه حالة الاعتداء اللي صارت على سوريا ما ظل الإبن حرام في العالم إلا اللي جي صار يحارب بسوريا ويحارب الجيش السوري من هيك كانت الخطأ الكبيري والغلطة الكبيرة أنه استعنا بهدول نتيجة شعاراته للكاذبي القدس القدس فدين يحرقوا إسرائيل فدين يحرقوا أمريكا ولك كذابين كذابين وطالب كمواطن سوري بإخراج هؤلاء الفرس من سوريا فورا وهننا الأعداء الحقيقيين يعني إذا منيجي نحن بنعمل إيك برصة أعداء لسوريا منشوف أنه إسرائيل تراجعت للمرتبة الثالثة للمرتبة الثالثة تتصدر العداء على سوريا الآن المرتبة الأولى هي إيران المرتبة الثانية تركية توسعية كمان والعدوة ما هي تركية بتحتل من سوريا كل شيء بتحتله إسرائيل خمسين مرة شو؟ بالمرتبة الثالثة لا تجي إسرائيل وليست بتصنوف العدو هي معتدة تزول حالة الاعتداء تنسحب إسرائيل من الجولان خالصي ما في بينه وبينه شيء لأنهم يهودوا المنطقة ولأنهم يشيعوا المنطقة ولأنهم يسرقوا خيراتنا ولأنهم يلتزموا بوقف إطلاق النار والتزموا بكل شيء الزريعة إيران روحوا ضربوهم بإيران يعني مؤسف إن فيق اليوم والله أكتر من 35 جندي سوريا هيك راحوا ببلاش راحوا ببلاش فلتسقط إيران فلتسقط إيران فلتسقط إيران هي العدو الدائم واللدود ملا سوريا فقط للعرب ولكل المسلمين وأنا ماني أنا مدافع لا عن العروبي ولا عن الإسلام أنا سوري وهمي سوري وإيران عدو لدود لسوريا وهي أول من أقام علاقات من تحت الطاولة مع إسرائيل وهي الداعم الحقيقي لإسرائيل وحرب تموز 33 يوم ما هي إلا عبارة عن زر للرماد بالعيون أجي كذبوا نفاق تاريخكم معروف لكن من دور كرشنا من دور كرشنا أنتوا بالسبيل بابي لسا عدتوا لليون حاجي ما قولو حاجي نتنياهو بحيات أختك توقع يعني دربالك على السوري إيران عدوتك ضربن ضربن للإيراني ما عندك أسلحة زكية بزكية إيه لك ما قد صيبنا نحن لك ما قد صيبنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر